فراخ بلدي محشية رز خطيرة الفرختين دول احتاجوا كوباية رز نقعتهم شوية في مياه سخنة تقريبا عشر دقيق صفتهم وحطت بصلايا مع لقت سمنة وملح وفلفل معايا بقى فراخ بلدي حلوة زي ما انتوا شايفين بسلك كده ما بين ايه الجلد واللحم وكتفت جناحات وورا الفرخة كده لقيت حتة كده مقطوع رحت سكتة لأ رحت جايبها خلة السنان دي ومدككها فيها كده عشان الرز ما يخرجش منها بس الرز الحلو اللي احنا مجهزينه زي ما قلتلكم نقعته في مياه سخنة لمدة عشر دقيق وصفته كويس وحطيت بصلايا متقطعها صغير مع لقت سمنة وملح وفلفل ما تحشيش الفرخة كتير كل جنب من الفرخة من فوق كده تحت الجلد مع لقتين كبار وتوزعيهم وبردو الفراخ كده من جوة هنحط لها الرز ونبططه ايوة ونكتفها كده زي ما انتوا شايفين ونكتف كل حاجة وحطت بقى الكبدة والقوانس والقلب ميا بقى سخنة بتغلي على النار فيها بصلايا ورق لورة حبهان مستيكا وملح وفلفل وننزل بالفراخ لمدة ربع ساعة على نار عالية وبعد كده نهدي النار خالص لمدة نص ساعة اول ما يعدي الوقت شليها بسرعة من الشربة زي ما انا عاملك عشان ما تتهريش وتتفتح معاك بنشلها كده ونسيبها تهدى وتبرد خالص عشان نعرف نتحكم فيها ونحمرها معلقة سامنة بقى على معلقة زيت ونزلي بقى بالفرخة الخطيرة بصوا ما فتحتش وتسلقت وتجنن خلي بالك وانت بتحمريها لو اللي انا بعمله ده بالنسبة لك صعب خلاص حطيها في الفرن بلاش عشان ما يحصلش حاجة بقد الشر عليك لكن انا يا جماعة انا ايه شايفين انا اه عشان انتو تنبستو اخ وحمرنا الفرخة التانية كمان يا سيدي رحتها تجنن وسهلة جدا جدا والله محتاجة بس ان انتو تجربوها كتير كده هتعجبكوا قوي خطيرة زي ما انتو شايفين لذيذة لذيذة وشلنا الخلة بقى بعد ما حمرناها هو ولا تفكت ولا اي حاجة احدفي بقى دونس والجهازي بقى بيها على الفطار ان شاء الله كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم